بسم الله الرحمن الرحيم على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على تشفي البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصواب ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلة وجعلت الليلة سكنا وخلقت بها النور وجعلت بو نهارا وجعلت النهار نشورا مبسرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياءا وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيحا وزينتا ورجوما وجعلت لها مشارقا ومغارب وجعلت لها مطالعا وجاري وجعلت لها فلكا ومسابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الله وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحسان وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرآة واحدا فأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى وبن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبيين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمران عليه السلام في المقدسة في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينهم ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنود ومراكب غوف اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به موسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم خليلك عليه السلام من قبله في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شايع وليعقوب نبيك في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بمثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الزمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي يقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سينا وبعلمك وبجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وقضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض في مناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت كلمة للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمتي محمدين صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك عليه السلام في أمة عيسى عليه السلام وباركت لي عقوب إسرائيلك عليه السلام في أمة موسى عليه السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وتترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحقها أذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطلها غيرك صلي على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني معونة إنساني ساو وجاري ساو وقريني ساو وسلطاني سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا ظاهرها ولا يعلم باطنها غيرك أن تصلي على محمدي وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وانتقم لي من أعداء آل محمد واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخهر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمناء ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجاري ساو وقريني ساو وسلطاني ساو ويومي السوء وساعة ساو وانتقم لي ممن يكيدني وبغى علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمناء ظلما إنك على ما تشاء ووقديه وبكل شيء عليم آمين رب العالمين اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والفروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالغفران والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين وعترة الطيبين ترجمة نانسي قنقر